السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة ووصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وتكونوا كامل أمهنين اليوم جبت لكم وصفة من أروع ما يكون وصفة بزاف هيلة اللي هي بسبوسة بلق طايف راح تكون زوج أذواق في ذوق واحد وفيها القرمشة والطروة والخفة ومشربة وبنة أكدوا لي على البنة خيال في خيال على بركة الله نبدأ في الوصفة نتعلم إذن أول خطوة راح نبدأ بها كما راكم تشوفوا عندنا مارغارين ديما هذه العلبة فيها 500 جرام ورح ناخذ منها مقدار زوج ملايق كبيرة ورح نذوبوها وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما ذوبت المارغارين يعني نحتاجوا كاس غير ربع تعلى مارغارين ذيبة ونكملوا لها بربع كاس تاع الزيت ومن جهة كما راكم تشوفوا نحتاجوا ربع أحباط بيض رشة ملح ولفاني ونصف كاس سكر عادي قياس الكاس اللي استعملتوا في الوصفة تاع اليوم 220 ملي راح نخلط المكونات بالخلاط اليدوي ولا تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي الوصفة تاعنا السهلة وما فيها حتى مجهود هنا كما راكم تشوفوا راح نزيدوا للمارغارين مع الزيت يعني المازيج تاع المارغارين والزيت ونزيدوا كاس تاع الحليب دافي ونكمل نخلط المكونات مع بعضهم بهذه الطريقة راح نزيد كاس غير ربع تاع الجوز محمس ومرحي تقدروا تعوضوه باللوز ولا جوز الهند نزيدوا الكاس الليول سميد متوسط اللي كنت غربلته والكاس الثاني راح نزيدوه بالدريج يعني راح نزيدوه بالدفوعات ونزيدو كاس ونصف كاس خميرة الحلويات ما يعادل 15 جرام ونكمل نخلطها اكذا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا نزيدوه للنصف اللي بقى لتاع السميد هنا راح نخلطوه مليح مليح هكذا حتى نتخلصوه كامل من التكتولات وهذا هو القوام اللي راح تتحصلو عليه نجيبو الصينية التالنا اللي راح نطيبو فيها المقاس تاحها 30 على 23 ندهنوها بالمارغارين يعني ما نرشوش فيها الفارينة ونوزعو الخالط نتاعنا والبسبوسة نتاعنا راح نطيبوها في فورن مسخن مسبقا في 180 دراجة الصينية نحطها في الوسط الفورن نشعله من الاسفل وبعد ما تطيب ليت تتحمر لي من تحت على الجوانب نشعلها من الفوق ونزيد نحمرها شوية ماشي بزاف خاطش فيما بعد راح نزيدو لها القطايف ومن جيها كما راكم تشوفو في مقلا نذوبو زوج ملاعق كبيرة مارغارين ونزيدو لقطايف شوفو البنات هذه النوعية اللي خدمت بها وكما راكم تشوفو اللي نايا درت النصف يعني ما راح نديرها كامل نزيدو زوج ملاعق كبيرة سكر ناعم ونحطوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى نحمصوها وتولينا بلون ذهابي هكذا كما راكم تشوفو لازم تولينا بهذا اللون وبعد ما طابتلي بسبوسة نحيتها من الفرن وهي سخونة راح نعسلها بعسل بارد خففته بمزهر لازم تخفوه بمزهر ولي ما تحبش تعسلها بالعسل راح تشربها بالشربة راح في كسرونة راح تديرو 4 كسان تعلمة زوج كسان سكر عادي وشريحة ليمون وتحطوها فوق النار تخلوها حتى تتغلي وعندما تغلي راح تحسبو لها مدة 15 دقيقة وطفو عليها النار كيما قلتلكم بسبوسة لازم تكون سخونة والعسل بارد النار راح نخليها حتى تتشرب وراح تديرو لها كمية مليحة انا دلت لها تقريبا 500 قرام شوفونا بعد البسبوسة تعنا بعد ما تشربت العسل راح نوسيلها شوية نمسحوها هكذا باش نوسعو عليها القطايف وليسقولنا القطايفة تعنا بعد ما حمصتهم نبدأ نوسعوها هكذا هكذا بشكل متساوي بعد طريقة وراح يلسقو مليح مليح مع العسل كيما راكم تشوفو مادرتش كامل الكمية وانا بعد ما كملت شوفو راح ندير تقريبا الزوج ملايق كبيرتها لسلمة كتروش هكذا باش القطايف وليسقولنا مليح مع البسبوسة وبعد ما نكمل راح نخليها حتى تتشرب ونكملوا باقي التفاصيل فيما بعد ان شاء الله هنا كما راكم تشوفو بسبوسة تانا بعد ما خليتها حتى تشربت تقريبا مدد ساعة راح تكون كافية نبدأ نقسمها الى مربعة بالتساوي بهالطريقة راح نكمل نزين البسبوسة تانا ونشوفوها في شكل نهائي فيما بعد ان شاء الله شوفو هنا راح نقسمها معكم ونقربها لكم باش تشوفو النتيجة اللي تحصلنا لها كما عودكم دائما بالمزدقية شوفو البنات جيتها روعة شوفو كيفية جيت مشربة وشوفو طبقة البسبوسة طبقة القطايف صدقوني يا البنات حاجة جديدة وبنينة بنينة بنينة بزاف وكما شفتوا حضرتها معكم بمقادير بسيطة طرق التحذير السهلة ووصفة نجحة مئة بالمئة يعني راح تنجح معاكم من اول تجربة اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم تمنى ان شاء الله تنال اعجابكم واكيد اذا جربتوها نقولكم بس حولنا وفي الاخير ما بقى لي غير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الله في روحتيكم في امان الله